موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مشاهدين الكرام من أبرز اللغويين والأدباء والشعراء العراقيين في العصر الحديث الأساتيذ الكبار محمد بهج الأثري رشيد العبيدي علي جواد الطاهر وطه صالح الراوي والشعراء الكبار عبد الغفار الأخرس عبد المحسن الكاظمي عبد الرزاق عبد الواحد وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة سنناقش ذلك في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في العراق الجزء التاسع موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في العراق الجزء التاسع نرحب مشاهدين الكرام بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت وأستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية حياكم الله ومرحبا بكم حياكم الله وبياكم أهلا وسهلا ومرحبا نبدأ دكتور بالتعريف عن علامة العراق الكبير محمد بهجة الأثري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان العهودين وبعن محمد بهجة الأثري ابن محمود أفندي ابن عبد القادر ابن أحمد ابن محمود البكري هذا بالنسبة لاسمه نعم من أهل بغدادة نشأة وولادة عائلته معروفة في التجارة ولها أملاك كثيرة في العراق مما يلفت النظر في القرن التاسع عشر وباليهة القرن العشرين أن الذين كانوا يتعلمون ويبرزون في الأمور العلمية كانوا من أسر غنية لم يكونوا من الفقراء إلا قليلا نعم نعم ولذا هذا موضوع العائلة معروفة في التجارة ولها أملاك كثيرة في العراق هذا مدعاة إلى أمور التعلم أو أن يكون من أسرة علمية نعم قدم جده الأعلى من ديار بكر إلى أربيل فبغداد غالبا أنا أعرف ديار بكر بأنها عراقية من القديم بكر بن ربيعة التي صارت الآن تابعة لتركيا نعم يعني لأن حرب البسوس وما دار فيها لمدة أربعين عاما صحيح تدل على أنها يعني تابعة كانت لبلاد العراق لأن بكر بن ربيعة عربي وليس لما تكون تركيا موجودة في ذاك الزمان صحيح تزوج جده الحج أحمد من أسرة بغدادية من عشيرة قيس وتزوج والده والدة محمد بهج الأثري اسمها زينب تركمانية الأصل نعم نعم لذا تعلم التركية من والدته أصلها من كاركوك نعم من كاركوك نعم تعلم التركية من والدته إضافة إلى تعلمه العربية التي هي الأصل نعم ولد في الثالث والعشرين من جماد الأولى سنة عشرين وثلاثمائة وألف الموافق للثامن والعشرين من شهر سبتمبر السنة في السنة الثانية وتسعمائة وألف نعم على مقربة من نهر دجلة ومن المدرسة المستنصرية العباسية لماذا سمي أو لقب بالأثري محمد بهجة كان يتعلم كتاب مراقل فلاح في الفقه فعند شيخه علاء الدين الألوسي فالكتاب لم يعجبه طبعا الكتب الفقهية المذهبية للمبتدئين يندر فيها الاحتجاج بالقرآن أو السنة لأنها في البداية يبدأ الطفل يحفظ المتن ثم يكون الشرح ميسر على هذا المتن ثم بعد ذلك الكتاب الذي فيه الشواهد مرحلة أعلى فعندما بدأ في قراءته في هذا الكتاب يعني لم يعجبه هذا الكتاب لهذا الأمر فشيخه قال له ما تريد أن تقرأ فقال محمد أريد أن أتعرف على الفقه الإسلامي الحقيقي يعني أريد أدلة الموضوع قال الله قال الرسول هذا ما يقصده محمد بهجة في أمره فقال له الأستاذ إذن أنت أثري أثري فسأله محمد بهجة ما معنى أثري هو لا يعرف نعم فقال له أستاذه الأثري هو الذي يتبع أثر الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فأعجب بهذه اللفظة فتسمى بها فصار يطلق عليه الأثري نعم كان من أفذاذ علماء العراق الذين نبغوا بعلوم وأدابهم حتى ذا عصيتهم أخذ إجازات العلم والأدب والخطي من العلمتين الشيخ محمود الشاكل الألوسي المتوفى عام ثلاث وعشرين وتسعمائة وألف والشيخ القاضي على الدين الألوسي متوفى عام واحد وعشرين وتسعمائة وألف عائلة الألوسي الألوسي مجموعة كبيرة من صحيح نعم هل الألوس مدينة تقريبا أو مكان هي عشيرة عشيرة بالقصر أم بالمد هي الألوس بالمد بالمد نعم لكن فيه من يرجح القصر على المد يعني هذا موجود من أجل الوزن اللغة الوزن نعم وبرع في فن الخط على قاعدة نستعليق نظام أو نوع من أنواع الخط نستعليق برع فيه تعلمه على يد مشيخه وخاصة أستاذه محمود شكر الألوسي في الرسم والضبط وله نماذج من خطه في المجمع العلمي العراقي وكتب كتبا كثيرا لنفسه ولي أستاذه طبعا كانت حياته العلمية حافلة بالكثير من الأعمال درس اللغة العربية وبرع فيها وكذلك في مجال الآداب والتاريخ له مؤلفات كثيرة منها أعلام العراق المجمل في تاريخ الأدب العربي الموفق في التاريخ العربي مهذب تاريخ مسجد بغداد وآثار بغداد وآثارها أيضا مأساة الشاعر والضاحي اليمن الاتجاهات الحديثة في الإسلام بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب كتائب الضرائر المدخل في تاريخ الأدب العربي كتاب مدرسي لطلاب المرحلة المتوسطة خريطة القصر وجيدة العصر من المناصب الإدارية التي تولاها مدير مديرية الأوقاف العامة في بغداد رئيس المجمع العلمي في العراق وهذه من المناصب العلمية العالية عضو في مجمع اللغة العربية في دمشق والأردن والقاهرة من الجوائز العالمية منح جائزة الملك فيصل العالمي الأدب العربي عام 1406 والموافق 1986 منح أيضا جائزة صدام حسين العالمية توفي في بغداد سنة 1416 من الهجرة الموافق سنة 96 وتسعمائة وألف من الميلاد تاريخ حافل لهذا العلامة الكبيرة نعم نعم طيب ننتقل الآن دكتور إلى سيرة الأستاذ الدكتور رشيد العبيدي وهو الأديب واللغوي الكبير والشعر أيضا رشيد العبيدي أم محمد أم تحب أن تبدأ إبراهيم الوائلي الوائلي نعم نعم إبراهيم الوائلي إبراهيم بن محمد بن الحسين بن عبد الحسين بن محمد بن حرج الوائلي موليده كان سنة 14 وتسعمائة وألف من الميلاد الموافق سنة 22 وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة هو أديب ومؤرخ وناقد وشاعر عراقي ولد في البصرة ونشأ فيها طفولته ثم سافر بصحبة والده إلى النجف وفيها درس علوم العربية والفقه على يد والده بدأ بكتابة الشعر وهو في العشرين من عمره عمل مدرسا في المدارس الأهلية بغداد وأفد سنة 46 وتسعمائة وألف إلى مصر وحاز على شهادة الجامعية في الأدب العربي سنة 49 وتسعمائة وألف من جامعة القاهرة ثم حصل على الماجستير عام 56 وتسعمائة وألف عاد إلى العراق درس الأدب العربي في كلية الأدب بغداد ثم سجل لدرجة دكتوراه بعنوان التطور والتجديد في الشرع العراقي لكنه لم يحصل على هذه الشهادة لظروف سياسية احتل الوائلي مكانة متميزة بين أدباء العراق كتب عنه كثير منهم يقول الأدب علي الخاقاني امتاز الوائلي في شعره بظواهر كانت تبدو عليه من الصغر منها رصانة التعبير وقوة الديباجة وفخامة اللفظ وتصوير الفكرة الجديدة وقال عنه الشاعر محمد حسين الصغير شاعر كبير وأديب إنساني لامع ضليع في النحو واللغة والأدب له عدة مؤلفات خطية ومقالات نقدية طبع له الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر كما له ديوان مخطوط من مؤلفاته ديوان الوائلي ضراب الكلم عند الزهاوي من أغلاط المثقفين ثورة العشرين في الشعر العراقي الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر ديوان الشيخ علي الشرقي النجفي الشرقي 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 ليس الشرقي الشرقي النجفي جمع وتحقير شرح الفصيح في اللغة عمل تقديم عليه توفي الشاعر إبراهيم الوائلي بعد رحلة طويلة في عصري يوم الجمعة الخامس عشر من شهر أبريل سنة ثمانين وثمانين وتسعمائة وألف الموافق من سنة ثمانين وأربعمائة وألف من الهجرة ونقل من بغداد إلى النجف ودفن بها أيضا من شعراء العراق المحدثين دكتور في القرن التاسع عشر تقريبا ألا وهو عبدالغفار الأخرس أخرس نعم حقيقة العراق من قديم الزمان فيها كثير من الشعراء المبرزين نعم يعني في القديم كنا نرى أمثال المتنبي وغير المتنبي أمثال هؤلاء فنجد في العصر الحديث أيضا منهم شعراء لهم مكانتهم الأدبية عبدالغفار بن عبدالواحد بن وهب الأخرس هو شاعر عراقي معروف في أوساط بغداد الأدبية أصدهم من مدينة الموصل ولد في عام الف ومائتين وثمانية عشر والموافق سنة ألف وثمانمائة وأربع من الميلاد نعم بداية القرن التاسع عشر بداية القرن التاسع عشر نعم كان شعره يتميز بالسمو والرقة ارتفعت شهرته وتناقل الناس شعره لقب بالأخرس لحبسة في لسانه نعم أخذ فنون الأدب والعلم على يد أبي الثناء الآلوس مفتي بغداد نعم كما أخذ عن غيره من العلماء الأعلام وكان معاصرا للشاعر عبدالباقي العمري له منقضات الموضوع مثل الجرير والفرزدق كلاهما من الموصل نعم فطبعا الشعراء وما يحدث بين الشعراء أحيانا تكون الأمور ما يحدث من أمور بين الشعراء ليس الغرض منها أمور الأمر النفسي وإنما الأمور التباري في الأمور الأدبية يعني كما كان يحدث بين جرير والفرزدق نعم كان فيها هجاء وفيها أمور مع أنهم من قبيلة واحدة واحد من فرع غني واحد من فرع ثقير لكن في النهاية إذا مات أحدهما فإذا بالثاني يرثيه ويبكي عليه وهذا ما حدث مع شاعرنا اليوم أيضا الفن أصلا يثري اللغة والأدب نعم يعني الذي يجعله يكتب كما يعني كنت أشاهد وأنا صغير الناس كبار السن الذين يقولون الزجل يعني تجده ممكن يقول زجلا ويهجو الذي يقول فيه الزجل ويرد عليه الآخر بنفس النظام ومنفس الطريقة ليثري ما يقول لا يقصد أن يسبه أو يشتمه وإنما يريد أن يثري ما يقول وإن كان فيه ما فيه طبعا كان طبعا عبد الغفار الأخرس يكثر الحضور لمجلس العلامة أبي الثناء الألوسي وله من النكات والظرف ما جعله من ظرفاء بغداد وطبعا موضوع الظرافة مطلوبة في أمور حتى تضفي على المجالس وخاصة الأمور العلمية أو أهل الأدب مجميعه الشعرية يعني أرخت لفترة زمنية في العراق يعني صارت من الفترات التي لا تعرف إلا عن طريق هذا الشعر يعني الشعر أحيانا يكون من المصادر التاريخية التي يؤرخ بها لفترة من الفترات كما أرخ للعصر الجاهلي في كثير من أموره من أقوال الشعراء لأن الأمور ضاعت ولا يبقى إلا الشعر فمن الشعر يؤخذ من هنا وهناك وتكون الأحداث وخاصة ما حدث من أيام العرب امتدح الشعر الأخرس الكثير من علماء بغداد منهم عبدالغني الجميل قال منشدا له أراني والخطوب إذا ألمت رجعت إلى جميل أبي جميلي كأن الله وكله برزقي وحولني على نعم الوكيلي من أجل الضرورة الوكيلي نعم ثم قال كفاني المهمات عبدالغني وذلك من بعض أفضاله فإن نلت مالا فمن جاهه وإن نلت جاها فمن ماله نعم فرد عليه المفتي عبدالغني منشدا لقد طفت في شرق البلاد وغربها وقاسيت في أسفارها كل شدة فلم أرى إلا غادرا إثر غادري ولم أرى إلا خائنا للمودة ثم أنشده دعي العراق وما فيه لساكنه وارحل خل لآمل قوم تأويه ولا تقل وطني فيه ولا سكني ما آفة المرء إلا حب ناديه نعم وثم قال أيضا دعي الزوراء إن رمت المعالي وسر منها تجد عنها بديلة فإن الحر لا يرضى بأرض يرى فيها مهانا أو ذليلة الزوراء بغداد نعم من مؤلفاته دوان الأخرس أو الطراز الأنفس في شعر الأخرس توفي طبعا عام تسعين ومائتين وألف من الهجرة الموافق عام ثلاثة وسبعين وثمانمائة وألف من الميلاد في مقبرة الحسن البصري المسمى مقبرة الزبيب في مدينة البصرة صحيح رحمه الله تعالى رحمه الله أيضا من عبدالغفار الأخرس دكتور حمدي إلى شعر آخر وهو عالم وشعر عبد المحسن الكاظمي نعم تفضل دكتور عبد المحسن بن محمد بن علي الكاظمي طبعا هو عالم مسلم وشاعر عراقي عاش معظم حياته في مصر ويلقب بأبي المكارم وشاعر العرب ويعد من فحول الشعراء العرب في العصر الحديث نعم ولد في العشرين من شهر أبريل سنة إحدى وسبعين وثمانيمائة وألف الموافق من ثلاثين للمحرم سنة ثمانين وثمانين ومائتين وألف وتوفي في الأول من شهر مايو سنة خمس وثلاثين وتسعمائة وألف وتوفي الموافق للثامن والعشرين من المحرم سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف نعم طبعا ولد في محلة دهنة دهنة هي الدهانة هذه الدهانة محلات القديمة هل كانت تباع فيها الزيوت مثلا أو الدهان التي تطل به البيوت هو على الأرجح كانت تباع فيها الزيوت الزيوت نعم الحيوانية الحيوانية من الدهن يعني نعم صحيح نعم يعني دهانة النطق العامي نعم محلة قديمة من محلات بغداد نعم نشأ في الكاظمية وإليها ينسب نعم كان أجداده يحترفون التجارة بجلود الخراف حاول والده أن يدخله التجارة لكنه لم يمل إليها نعم طبعا كل أبن يحب أن يكون ابنه في مهنته حتى يعلمه أصول المهنة كما يقولون نعم يعني العالم يريد أن يكون ابنه عالما مثله صحيح والتاجر يريد أن يكون ابنه تاجرا مثله لكن الأبناء غالبا لا يكونون على نظام آبائهم وكثيرا ما يمتهنون مهنا غير المهن التي يمتهنها آباؤهم تعلم مبادئ القراءة والكتابة استهواه الأدب فنهل من علومه وحفظ كثيرا اتصل بجمال الدين الأفغاني حين مر بالعراق نعم فطارده العهد الحميدي حميدي عندكم كان قديما نعم يعني يشبه اليمن صحيح نعم ففر إلى إيران ومنها إلى عشائر العراق وإمارات الخليج وللهند ثم إلى مصر مصر هناك الإمام محمد عبدو الذي رحب به هو الحركة الإصلاحية التي كانت نعم في ذاك الزمان التي كانت تريد أن تنهض بالبلاد والعباد بالأمور العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذاك استقر الكاظمي في مصر نعم استقر به المقام في مصر أغضق عليه الإمام محمد عبدو فأقام في مصر في كنفه ولما توفي الإمام ضاقت به الأحوال وأصيب بمرض يقال أذهب بعض بصره صحيح فانزو في منزله في مصر الجديدة في القاهرة حتى توفي تميز بخصب قريحته وسرعة بديهته وذوق رفيع سليم وألفاظ عذبة رنانة وكان يقول الشعر ارتجاله هو تميز بارتجاله نعم ذاكرة يعني بذاكرة لحفظه وكان ارتجل يعني أشعارا كثيرة يعني ممكن أن يستمر بأكثر من عشرات الأبيات مرتجلا نعم هذا حدث أنه يقول القصيدة أكثر من مئة بيت أكثر من مئة بيت نعم مرتجلا نعم وهذا الارتجال أو هذه الذاكرة من نعم الله عز وجل على بعض الناس يحفظ يعني كان لي أحد المشيخ رحمه الله تعالى يقول يقول مثلا علي الجارم كان شاعرا لكنه كان لا يجيد الإلقاء يجعل مثلا ابنه هو الذي يلقي القصيدة يقول فإذا به عندما وصل إلى قوله كذا توفي توفي الشاعر نعم فالحفظ والأمور هذه من الأمور المؤلفاته نعم يعني أهم صفة في الكاظمي لاعتداد بالنفس والحافظة العجيبة نعم والارتجال الشعري نعم روى عز الدين الياسين الذي كان يطلب العلم في مصر الكنانة إن الكاظمي دعي مرة إلى حفل أقيم في مصر قدمه عريف الحفل اللي هو المسؤول عن الحفل يعني نعم لإلقاء قصيدة فما كان إلا أن ارتجل قصيدة غرارة عصماء جاوزت أبياتها مئة بيت مئة بيت وبيت نعم نعم بين دهشة واستغراب حضور ذلك الحفل الحاشد من الذين أبدوا قدرة ارتجال الكاظمي نعم يعني شعراء آخرون يعني الذين كانوا في الحضور وأعجبوا بهذا نعم عباس محمود العقاد عبد القادر المغربي حليم سركس أسعد داغر كمال إبراهيم محمد مهد البصير أحمد الصافي النجفي ومجموعة كثيرة من الناس طبيعت المجموعة الأولى من دوان الكاظمي في عام 12 وتسعمائة وألف والمجموعة الثانية في عام 48 وتسعمائة وألف أسف المجموعتان الثالثة والرابعة طبيعتها في عام 87 وتسعمائة وألف وله قصائد الكاظمي ومعلقات الكاظمي وعرقيات الكاظمي يعني إلى آخره من الأمور طبعا توفي عاش في فترة من الفقر في نهاية حياته والضنك بعد وفاة الشيخ محمد عبد الرحيمة الله تعالى وتوفي سنة 35 وتسعمائة وألف منطقة مصر الجديدة من ضواحي القاهرة ودفن في مقبرة الإمام الشافعي وكان قد ملأ الصحف والمجلات شعرا وضاقت منظومات صبا ضاعت منظومات صبا ضاعت وجمعت ابنته رباب بعد وفت أكثر ما حفظ من شعره نعم إذن مشاهدين الكرام فلنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر الكبير عبد المحسن الكاظمي أحد فحول الشعراء العرب في العصر الحديث عبد المحسن الكاظمي ولد في بغداد ونشأ في الكاظمية ثم أقام في مصر منذ عام 1911 حتى توفي بها لقب بأب المكارم وشاعر العرب ويعد من فحول الشعراء العرب في العصر الحديث اشتهر بقدرته الفائقة على ارتجال الشعر ونهج في شعره مذهب الشعراء الأقدمين قال في قصيدة له بعنوان الحرية مهما تبعد فهو منك قريب يوم له بين الظلوع دبيب فإذا تبعد فالحبيب مبغض وإذا تقارب فالعدو حبيب كم قرب القوم اللئام وباعدو حتى استوى التبعيد والتقريب لا يصدقون وكيف يصدق طامع يزغي إلى داع نفاق كذوب ليس الهوى من كل صب واحدا إن الهوى للعاشق ضروب أيها تيصبيني سوى حرية يصب الشباب لذكرها والشيب في كل يوم حفلة لك يرتقي فيها المنابر شاعر وخطيب في كل يوم في المحافل سيرة تتلى وذكر عن سناك ينوب يا حبذا يوم الجمال وحبذا يوم الوصال وأجره المكسوب يوم يعود به لنا استقلالنا ويرد فيه حقنا المغصوب حتى من احتمل المذلة طوعا ولنا بآفاق البلاد وثوم نرجو الحياة وليس يجهل عالم أن الحياة مصائب وخطوب أهلا بكم مشاهدين الكرام الجديد في لسان العربي من الرافدين وذكروا بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في العراق الجزء التسع مرحبا بك مجددا دكتور حمدي وصلنا إلى علام آخر من علام العراق في العصر الحديث وهو الأستاذ دكتور علي جواد الطاهر والأديب والمحقق والناقد نعم علي جواد الطاهر ولد عام 22 وتسعمائة وألف في مدينة الحلة بالعراق ودرس فيها إلى الثانوية العامة حصل على لصنص التربية عام 45 وتسعمائة وألف من دار المعلمين العالية وحصل علي لصنص كلية الآداب عام 48 وتسعمائة وألف ثم سافر إلى القاهرة المشهور بأن كثيرا من الذين برزوا في البداية القرن العشرين هم الذين أتوا إلى القاهرة ودرسوا على كبار العلماء في ذاك الوقت كبار العلماء والأدباء نعم كبار العلماء والأدباء أنا أقصد بالعلماء الجميع ما يشمل لأن العالم لابد أن يكون أديبا والأديب لابد أن يكون عالما الأصل في الأمور الموسوعية صحيح بخلاف التخصص الذي تم الآن وشطر الأمور العلمية وصار كل واحد يأخذ جزءا ولا يعرف الأجزاء الأخرى نعم سافر إلى القاهرة والتحق بجامعة فؤد الأول التي هي جامعة القاهرة الآن نعم بعدها سافر إلى فرنسا حصل على الدكتوراه من السوربون في باريس سنة 54 وتسعمائة وألف مرس التدريس في المدارس الثانوية في الحلة من سنة 45 إلى سنة 47 وتسعمائة وألف نعم دراساته كانت تتميز كدراسته ودراساته ودراسته وكتاباته وأدبه يتميز بأنه يجمع بين القديم والحديث أو بين التراث والمعاصرة كما يقولون وهذا من الأمور التي تفتقد في كثير من العلماء أو الأكاديميين الآن نعم يعني تجد من الأكاديميين من ينزع إلى القديم ويترك الأمور الحديثة ومنهم من ينزع إلى الحداثة ويعيب على القديم والأصل أن يجمع بين الأمرين أن يتقن القديم ويعرف الحديث نعم لأن الأمور تدعو إلى هذا طبعا في النظام الأكاديمي يتميز الدكتور بأنه كان متصفا بالحرص الشديد على الأناتي في الحكم والدقة في النظر إلى الجزئيات من أجل بناء كلي متكامل وهذه طبيعة البحث العلمي أو الدراسة العلمية الصحيحة الإنسان لا يتسرع في حكم على قضية معينة حتى يدرسها من كل جوانبها نعم فإذا ما وفاها حقها يستطيع أن يقول رأيا وهذا الرأي من الممكن أن يكون قابلا للصواب وقابلا لأن يكون فيه بعض الخطأ لأنه من الممكن أن تفوته أشياء أو أن يقرأ أشياء ويفهمها على غير وجهها صحيح وخاصة في الأمور القديمة من الممكن أن يقرأ شيئا قديما ويفهمه على وجه بخلاف ما أراده مؤلفه له كثير من المؤلفات منها الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجقي الجزء الأول الإبن وسبع قصة أخرى لمية الطغرائي الطغرائي في القصة العراقية قصة العراقية المعاصر تديس اللغة العربية محمود أحمد السيد ملاحظات على الموسوعة العربية الميسرة منهج والبحث الأدبي ديوان الخريمي أنا الخريمي لا أعلم بالضبط لا أعرف ضبطه بالضبط ولكن هو اشتره أكثر بكتابي الشهير مقدمة في النقد الأدبي وتميز في النقد الأدبي كثيرا لأنه تخصصه هذا يكون من أفضل الكتب طبعا معجم المطبوعات العربية كذلك إلى آخره من أمور المقالات والأبحاث العلمية نعم توفي قلنا في بغداد نعم توفي في بغداد سنة 96 وتسعمائة وألف نعم ننتقل إلى الشعر والكاتب والأستاذ الجامعي طاها صالح الراوي نعم طاها بن صالح الفضيل الراوي يعني ولد سنة 46 وتسعمائة وألف نعم هو أستاذ جامعي وكاتب وشاعر عراقي ولد في راوى بالأنبار نعم وإليها نسبته ولد الراوي نسبة إلى راوى نعم تعلم الحقوق ببغداد ولد سنة 1890 890 المولد سنة 1890 والوفاء سنة 46 وتسعمائة وألف نعم نعم الوفاء نعم الوفاء تعلم الحقوق ببغداد وعين مديرا للمطبوعات فسكرتيرا لمجلس الأعيان فأستاذا في دار المعلمين العالية دار المعلمين العالية هي كلية التربية بعد ذلك نعم نعم نحن عندنا كانت مدرسة دار المعلمين تأخذ بعد المتوسطة يدرس الطالب خمس سنوات ويتخرج مدرس للمرحلة الابتدائية ثم ألغوها ويا لهم ما ألغوها يعني لأنها كانت تأخذ الفائقين من المرحلة الإعدادية نعم ليس أي طلاب مع اختبار ويدرسون دراسة منتظمة لمدة خمس سنوات وفي السنة الرابعة والسنة الخامسة يخرجون إلى المدارس للتدريب الميداني العملي نعم فكانوا يتخرجون وهم مدرسون للمرحلة الابتدائية أكفاء بعد ذلك ألغوها أتكلم على الأمور التاريخية مثل هذا نعم الشيء بشيء وذكر في مصر أو في العرب نعم الأمور واحدة في البلاد العربية نفس المآسي تحدث فجعلوا قسما في كلية التربية خاص للتعليم الابتدائي وللأسف يختارون أو الذين يدخلون هذا القسم مجموعهم أقل من مجموع نظرائهم فتخرج مجموعة من الطلاب مستوهم العلمي ضعيف فيخرجون بعد ذلك جيلا ضعيفا فهنا الذي لفت انتباه در المعلمين العالية في القديم في بغداد يعني هي التي كانت تخرج المعلمين والمعلمون الأوائل أو الأساتذة الأوائل على ما قرأت أكثرهم أو معظمهم درسوا في المراحل قبل الجامعية صحيح وهذا من الأمور يعني الأمور الجيدة وغلبهم من المشهورين يعني من الأدباء والشعراء نعم منهم من وصل إلى عضو في مجمع العلم العراقي أو أعلى من ذلك صحيح أو رئيسا للمجمع العلمي وبدأ في المراحل قبل الجامعية يدرس فيها صحيح هذا يفيده أمرا لا يستفيد لا يفيده الأستاذ في الجامعة يعني الأستاذ إن حص على الدكتوراه وبدأ يدرس في الجامعة مباشرة من الممكن ألا يوصل المعلومة للطالب صحيح إذا درس في المراحل القبل الجامعية يستفيد من أن يوصل المعلومة إلى الطالب ويبسطها له طبعا الراوي اخترى عضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق في سنة 33 وتسعمائة وألف وانتخب رئيسا للجنة التأليف والترجمة والنشر بوزارة المعارف العراقية سنة 45 وتسعمائة وألف توفي كما ذكرنا في الرابع والعشر منذ القعدة تحدث عن شعر دكتور سمحت نعم شعره ذكره عبدالعزيز الباباطين في معجامه وقال عنه لم يشغل إبداع الشعر بؤرة اهتمامه ولكنه كان يستجيب له حين تستجد دواعيه الاجتماعية يعني الإخوانية غالبا أو السياسية الفكرية أحيانا وهو في جملته قليل وتبدو فيه سماحة قائله وحرصه على مودة إخوانه ومداعبتهم كما تبدو لماحيته وحضور بديهته وهذا مشهور به القدماء يعني عندنا الأجيال القديمة تجده سريع البديهة نعم مباشرة حتى إذا ما سئل في شيء أو حدث شيء تجده يأتي بالنادرة أو نتيجة الخزين الفكري والقراءة آه والقراءات النعم له إسام واضح في صنع الأناشيد والأشعار القصصية التربوية الموجهة أو الموجهة إلى الناشئة هي موجهة وموجهة نعم موجهة للناشئة وموجهة إلى الناشئة بقصد التعليم والتهذيب وهذا أنا أذكره إلى الآن كثير من الأناشيد الرائعة الجميلة التي كانت تقال في المدارس نعم لهم بغداد مدينة السلام من مؤلفاته ونظرته في الناح ورسالة الضد والضاء تفسير البقرة تاريخ العرب قبل الإسلام إلى آخره من الكتب الرائعة نعم باختصار لو سمحتم دكتور حدثنا عن الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد نعم عبد الرزاق عبد الواحد ولد في يوليو سنة ثلاثين وتسعمائة وألف وتوفي سنة خمسة عشرة وألفين شاعر عراقي ولد في بغداد تقلت عائلته بعد وليداته إلى محافظة ميسان ميسان نعم في جنوب العراق عاش طفلاته هناك لقب بشاعر أم المعارك وشاعر القادسية وشاعر القرنين والمتنبي الأخير تخرج في دار المعلمين العالي نعم كلية التربية حاليا يعني عام كلهم سياب وعبد الرزاق نازك طبعا عمل مدرس للغة العربية ومعاون العميد في معادة الفنون الجميلة في بغداد في عام سبعين نقل من وزارة التربية والتعليم من وزارة الثقافة والإعلام عمل سكرتيرا لتحرير مجلة الأقلام بعدها رئيسا للتحرير في المجلة ثم مديرا للمركز الفولكولوري العراقي ثم شغل منصب مدير معهد دراسات النغمية الموسيقى يعني النغمية نعم صحيح نعم هي نغم 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 نعم 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 نغم نغم هم ينسبون إلى الجامع للمفرد الأصل النغمية نسب إلى المفرد المفرد صحيح لكن إذا صار علما ينسب إلى الجامع نعم فعميدا لمعهد الوثائقيين جمعوا للوثائق ونسبوا إليها أصل الوثقيين ولكن هذه قليلة يعني نعم نعم لا أتكلم على أن الجامع إذا صار علما ينسبوا إليها نعم فإن لو قالوا نغم هو صارت مشهورة نغم يبقى النغميين نسبوا إلى الجامع مثل الأخبار وأخباري مثل الأخبار والأخباري نعم صحيح مديرا عاما للمكتبة الوطنية العراقية صار المدير العام لدار ثقافة الأطفال ثم مستشار الوزير الثقافة ما شاء الله خصائص شعره يذكر أن عبد الرزق عبد الواحد كان زميل الرواد الشعر يعني مثل بدر شكل سياب ونازك الملائكة وشاذل طاقة الشعر طاقة طاقة الشعران معروفين اسم طاقة اسم غريب غريب بالنسبة لي نعم عندما كانوا طلابا في دار المعلمين في نهاية الأربعينيات من القرن العشرين نعم أبدع في الشعر الحر ولكنه يميل إلى كتابة القصيدة العمودية العربية بضوابطها أعمال الشعرية له كثير من له 59 ديوانا شعريا منشورا نعم يعني نشط أول قصائده عام 45 وتسعمائة وألف وأول ديوان نشر له عام 50 وتسعمائة وألف من دوابينه لعنة الشيطان طيبا قصائد كانت ممنوعة أوراق على رصيف الذاكرة خيمة على مشارف الأربعين أنا أريد أن أقرأ شيئا في نعم تفضل دكتور وله كثير من الشعر نختار يعني نعم مجموعة من الأبيات قليلة نعم يعني بعد ثلاث سنوات من فرقه لبغداد وقف على شاطئ الفرات في الرقة نعم صحيح في سؤل الموج النهر ودموعه يقول هذا بعد ثلاث سنوات وقفت على نهر الفرات بأرضكم وعينايا فرط الوجد تنهملاني فقلت له يا ماء أبلغ تحيتي إلى كل نفس في العراق تعاني وخذ دمعة مني إلى كل نخلة تمر بها وانحب بألف لساني على كل غصن في العراق مهدل وكل عزيز في العراق مهاني طبعا يقول كلاما كثيرا ومر بأحفادي وقل قلب جدكم يظل عليكم دامي الخفقاني وسلم على أهلي ونثر مدامعي على وطني يا مسرع الجريان إلى آخره نعم من هذا الكلام طبعا قالوا فيه كلاما جميلا للأسف دكتور الوقت أدركنا سنحاول أن نقتصر بسرعة أن نتحدث عن الشعر الحر وأبرز دويه طبعا أبرز رواده السياب ونازك الملائك نعم طبعا الشعر الحر أو شعر التفعيلة أو الشعر الذي خالف الشعر العمودي اهتم بأمور معينة هذا الأمر الذي ظهر على يد بدر شاكر السياب ونازك الملائكة في العراق وطبعا أخرون من البلاد العربية أعلام هذه المدرسة من أعلامه أيضا ظهر عبدالوهاب البياتي بديوان ملائكة وشياطين سنة خمسين وتسعمائة وألف في العراق نعم في العراق نعم وراحت دعوة شعر التفعيلة تتخذ مظهرا بظهور شعراء أخرين مثل منهم صلاح عبدالصبور أحمد عبدالمعض حجازي في مصر أدونيس وخليل حاوي في لبنان نزار قباني في سوريا فدوة أوقان ومحمود درويش وسميح القاسم في فلسطين محمد الفيتوري ومحي دين فارس في السودان ومن الرواد طبعا كما ذكرنا نذكر خصائص المدرسة المدرسة قصيدة الشعر الحر تميزت بخصائص أسلوبية متعددة أو بيعني اعتملت على الوحدة الموضوعية الوحدة الموضوعية للقصيدة وليس للبيت يعني كان الوحدة الموضوعية للبيت غالبا في القصيدة العمودية وخاصة في القديم وإن كان الأمر حدث فيه تطور بعد ذلك لكن القصيدة كاملة تنتكلم عن موضوع واحد أيضا من الأمور القصيدة موزونة لكن ليست على بحر واحد ليست على بحر واحد تتعدد التفعيلات تتعدد التفعيلات البيت أو السطر ممكن يكون فيه تفعيلة واحدة وفيه موضوع أيضا يقبل التدوير يعني يأتي جزء من التفعيلة في آخر البيت ويأتي جزء منها في بداية البيت التالي عدم الالتزام بالقافية يتعدد موضوع حرف الروي مما يفقده الجرس الموسيقية العذب استعمال الصور الشعرية إلى آخره بدر شاكر السياب نعم يعد عند كثير من النقاد هو رائد مدرسة الشعر الحر وبعده نازك الملائكة يعني فترة يسيرة يعني الديوان هو سنة السبعة واربعين نعم سبعة واربعين يعني الاثنان في نفس العام لكن قالوا بأن بدر شاكر السياب يعني كان أسبق بقصيدتي هل كان حبا نعم على أول قصيدة طبعا ولد بقرية جايكور سنة ستة وعشرين وتسعمائة وألف نعم وتربى فيها نعم ونشأ يعني عانى من اليتم لأن والدة توفيت ودرس المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ودرس اللغة العربية ثم تحول إلى اللغة الإنجليزية وهذا أكسبه أمرا جيدا في أنه اطلع على الأداب العالمية المختلفة نعم باللغة الإنجليزية نعم وله أمور كثيرة من الأشعار وخاصة جايكور ستولد جايكور النور سيورق والنور جايكور ستولد من جرحي من غصة موتي من ناري سيفيض البيدر بالقمح البيدر نسمي الجرن نسمي الجرن عندنا نعم والجرن سيضحك للصبح نعم والقرية دارا عن داري تتماوج أنغاما حلوة والشيخ ينام على الربوة والنخل يوسوس أسراري طبعا موضوع التجسيم والتشخيص مشهور جدا في الشارع الحل نعم وطبعا يستطيعون أن ينقلوا الأمور المختلفة التي هي موجودة في زمانه وفي عصره من الأمور السياسية والأمور الاقتصادية والأمور الاجتماعية بأمور الرمز وغير ذلك الرمز والأسطورة نعم نحتم دكتور إن سمحت نحتم بشيء نازك الملائكة نعم نازك صادق الملائكة نعم ولدت سنة 23 وتسعمائة وألف وتوفيت سنة سبع سبع وألفين يعني ما كنت أتوقع في القاهرة في القاهرة نعم نعم تأخرت نعم تأخرت ما كنت أتوقع أنه بقيت إلى هذا الوقت صحيح ولد طبعا في بغداد في بيئة ثقافية وتخرجت في دار العلوم المعلمين العالية نفس النظام نعم دخلت معهد الفنون الجميلة وتخرجت في قسم الموسيقى عام تسع وأربعين وتسعمائة وألف طبعا الموسيقى يساعدها على الأمور الشعر نعم صحيح وفي عام تسعة وخمسين وتسعمائة وألف حصلت عشادة ماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكون ويسكون ماديسون في أمريكا نعم عينت أستاذة في جامعة بغداد وجامعة البصرة ثم جامعة الكويت يعني ما كنت أتوقع أنها دكتورة أصلا كنت أتوقع أنها شاعرة وليست دكتور في الأدب لكنها أكاديمية وشاعرة نعم عاشت في القاهرة منذ تسعين وتسعمائة وألف هي اختارة تبقى في القاهرة منذ هذا الوقت حتى موتها نعم حتى الوفاة وتوفيت عن عمر يناهز يعني ثلاثة وثمانين عاما ولديها مجموعة شعرية أيضا نعم كثيرة متميزة طبعا لها أشعار متميزة يعني من مجموعة الشعرية عاشقة الليل وأول أعمالها سنة السبعة واربعين نعم شظايا ورماد قرارة الموجة شجرة القمر نعم ويغير ألوانه البحر مأساة الحياة وأغنية للإنسان نعم الصلاة والثورة من مؤلفاتها قضايا الشعر الحديث التجزئية في المجتمع العربي نعم دراسة في علم الاجتماع نعم سيكولوجية الشعر لديها دراساتنا نعم الصومعة والشرفة الحمراء صدر لها في القاهرة مجموعة قصصية عنوانه الشمس التي وراء القمة جميل كتب دراسات عنها الموروث الأسطوري في شعر نازك الملائكة محمد الرجي بن نجار نعم موجز الشعر العربي للشعر العراقي فالح الحجية نعم صفحات من حياة نازك الملائكة بقلم الدكتورة حياة شرارة نعم جميل إلى آخره من الأمور والأعمال المختلفة للرواد الأوائل في القرن الماضي والذي قبله من الشعراء والأدباء في العراق جزاكم الله خير الجزاء وستاذنا الكريم وأما الآن مشاهدين الكرام نبقى مع فقرة ديوان العرب ستكون هذا الأسبوع مع الشعر عبد الرزاق عبد الواحد شعر القرنين المتنبي الأخير عبد الرزاق عبد الواحد المتنبي الأخير الممترئ حباً وشوقاً بالعراق ملأ الدنيا وشغل الناس ورحل مسجاً في غربته يحن حنين النوق إلى بغداد كبير على بغداد أني أعافها وأني على أمني لديها أخافها كبير عليها بعدما شاب مفرقي وجفت عروق القلب حتى شغافها تتبعت للسبعين شطآن نهرها وأمواجه في الليل كيف ارتجافها تتبعت أوجاعي ومسر قصائدي وأيام يغني كل نفس كفافها وأيام أهلي يملأ الغيث دارهم حياء ويسقيهم حياء حياء جفافها فلم أرى في بغداد مهما تلبدت مواجعها عيناً يهون ذرافها ولم أرى فيها فضل نفس وإن ذوت ينازعها في الضائقات حرافها سلام على بغداد شاخت من الأسى شناشيلها أبلامها وقفافها وشاخت شواطيها وشاخت قبابها وشاخت لفرط الهم حتى سلافها فلاكتفت بالخمر شطآن نهرها ولعاد في وسع الندام اكتنافها سلام على بغداد لست بعاتب عليها وأنالي وروحي غلافها فلو نسمة طافت عليها بغير ما تراح به أدما فؤادي طوافها وها أنا في السبعين أزمع عوفها كبير على بغداد أني أعافها أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني وعنوانها هذا الأسبوع علل الوقوف في القرآن الكريم الجزء السادس ونبدأ ونبدأ مشاهدينا الكرام بسؤال أستاذنا دكتور حمد بخيت ما علة الوقف على قوله سبيلا والابتداء بقوله اتخذوه وذلك في قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين في العرف نعم نكتور الحمد لله صلى الله عليه وسلم ورحمه هنا الوقف وقف اللازم على قوله سبيلا لأننا لو وصلنا قوله اتخذوه يكون الضمير عائدا على سبيلا لكن الضمير في الأصل عائد على العجل اتخذوا العجل وكانوا ظالمين نعم ولا يهديهم سبيلا طريقة لكن لو وصلنا اتخذوا سبيلا وهذا غير مقصود صحيح أيضا من ذلك معلة الوقف دكتور في قوله على قوله عليه وذلك في قوله تعالى اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها هنا الذي ألزم الوقف على عليه هو من جعل الضمير فيه لأبي بكر رضي الله عنه يعني إذ يقول صحيح إِنَّ اللَّهِ مَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عليه أي على أبي بكر وأيده بجنود أي أيد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك رواية أخرى في وجه آخر بأن الضمائر كلها واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم فالوصل جائز نعم هكذا ومعلة الوقف أيضا دكتور على قوله ولد والابتداء بسبحانه وذلك في قوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد أو نقف ما كان لله أن يتخذ من ولد نعم سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كون فيكون هذا في سورة مريم نعم الولد إذا وصلناها بسبحانه يكون الضمير عائدا على أقرب مذكور وهو ولد وهذا غير المراد الضمير أصلا عائد على الله سبحانه وتعالى تنزيها له نعم لذا يلزم الوقف على ولد ثم نبدأ سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نعم إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفا أستاذ دكتور حمد بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية حياكم الله و جزاكم بارك الله فيكم و حياكم الله و بياكم و أكرمكم الله و نلقاكم مشاهدين الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله و حلقة جديدة من الإسانة العرب في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر